أيحن قلبك شوقا إلى الحرمين حين تسمع أذانهما في التلفاز ألا يذكر كذلك بأول مؤذن في الإسلام إنه أبو عبد الله بلال بن رباح الحبشي مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنه كان من الأرقاء الذين يعيشون في مكة وهو قديم الإسلام وكان رضي الله عنه ممن يعذب في الله تعالى فيصبر ويقول أحد أحد حتى اشتراه أبو بكر الصديق وأعتقاه ولذا قال عمر بن الخطاب أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا يعني بلالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد ولقد أتت علي ثلاثون من بين يوم وليلة وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال هاجر بلال حين هاجر الناس وشهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أول مؤذن في الإسلام فقد رأى عبد الله بن زيد رضي الله عنه رؤيا الأذان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك وهو من المبشرين بالجنة فقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة قال ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي دفن عليك أي صوت مشيتك فيهما وكان خازنا أمينا يقوم على نفقات النبي صلى الله عليه وسلم طول حياته ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بلال في من خرج إلى الشام للغزو ومات بدمشق سنة عشرين وله بضع وستون سنة رضي الله عنه وأرضاه